أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن تقديره لدور مصر وموقفها المتطابق مع موقف الشعب الفلسطيني ومقاومته برفض وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود مصر مع قطاع غزة وإفشال مخطط تهجير الشعب الفلسطيني أكد هنية تقديره لدور مصر وقتر في السعي للتواصل لتفاقي وقف إطلاق النار وهو وقف مستدام في غزة عن طريق إنهاء العدوان الإسرائيلي لافتا إلى أن الحركة تدرس مقترحا لوقف إطلاق النار اطلقته بعد اجتماع باريس مؤكدا أنه سيزور القاهرة لبحث المقترح